الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه والذي قدر فهده والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرغك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكري سيذكر من يخشي ويتجنبها لشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله هل تاك حديث الخاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عيننا آنيا ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي لوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَاكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وما أدراك مالعقبه فك رقبه أو طعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مستينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدا والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ولفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد افلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقبوها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقبيها والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر ولنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يخني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولى فأنذقتكم نارا تلضى لا يصليها إلا لشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأول ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن من العسر يسرى